السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهاردة هنعمل بصدر دجاج كده وصفة حلوة جدا هتعمل معاك كمية كبيرة جدا وكمان هنعملها من غير فرن وبطريقة تسوية كده سهلة وطعمها حلوة جدا وتعالوا نشوف الطريقة بتاعتها بس قبل ما ابتد الفيديو لو لسه مشتركتوش معايا في القناة اتمنى تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ونضغط اعجاب ويلا هندخل في الفيديو بتاعنا نقول بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله اول حاجة انا جبت سدر من الدجاج ابتديت ان انا اخسله كويس جدا قبل ما نبتدي ان انا فرمه بعد كده بعد ما غسلته كويس وفرمته في الكبه بتاعتي نفرمه بقى اهم حاجة واحنا جايين نفرمه في الكبه نقطعه القطع صغير عشان ما نباصش طبعا الكبه بتاعتنا وبعد كده فرمته ناعم جدا بالشكل ده وبعدين هنجيب بقى شوية من الخضار كده عندي بصل وفلفل الوان وطماطم يعني انا عندي طبعا عشان الكمية بتاعتي كانت كبيرة فاستخدمت تلت بصلات متوسطين هم صغيرين مش متوسطين دربتهم كلهم في الكبه بالشكل ده احنا مش هنصف فيهم ولا اي حاجة هناخد بقى الخضار ده كله زي ما هو كده بس ما دربتهمش جامل طبعا سايبا زي ما يكون في قطع كده وبعدين هنحط بقى كل ده على الخضار ده هنحطه على الفراغ بتاعتي بعد كده بقى تعالوا نتبلها بقى التوابل بتاعتها يعني توابل مميزة جدا بس ابتديها نكهات حلوة قوي ياريت بقى ما تستغنوش عن حاجة فيها ولو في حاجة من التوابل دي مش موجودة ما فيش مشكلة بس يفضل طبعا ان كلها تبقى متاحة ان شاء الله اول حاجة بقى حاجبها عندي التوابل العادية بتاعتي معلقة صغيرة من الكركم ومعلقة من الكاري وبعدين كده معلقة نص معلقة من الفلفل الاسود توابل بسيطة جدا هيد بس فيه بقى مكون بقى سحري هو اللي بيقلب طعم اللي نقدر نقول عليها كفتة طعمها بدي بقى جنن بجد عندي نص معلقة من الجنزبيل طبعا او رشة صغيرة من الجنزبيل بودر من تققلش فيه اوي لان الجنزبيل بيبقى ريحته شزى شوي وطعم مشزى طبعا وبعدين الفلفل اسود بتاعي وبعد كده الملح طبعا ما ننساش الملح بتاعنا هنحط معلقة كده يعني صغيرة من الملح بتاعنا من زودش فيه اوي عشان بتبقاش طبعا حدقة وبعد كده عندي الاهم بقى من اي حاجة معلقة ديبس الرومون على فكرة ديبس الرومون ده ما تستغنوش عنه في المطبخ بجد بينفع في وصفات كتير جدا وبيخلي طعم الاكل بتاعك حلوة قوي فيعني حاولي كده الاززة مش غالية بس بتقلب طعم الوصفة بجد بتخليها حلوة جدا هنبتدي بقى ان احنا بعد ما عملنا حطينا معلقة المعلقتين كده من ديبس الرومون هنحط معلقة كبيرة من المستردة برضو المستردة بتدي طعم حلو جدا وبعد كده عندي بيضة بس هي البيضة بتاعتي بصراحة طلع فيها البركة شوية وكانت بصفرين ما شاء الله يعني ممكن نستخدم بيضة تكون صغيرة شوية بلاش نكبرها وبعد كده كده التوابل بتاعتي والحاجات مكونات بتاعتي بقت جاهزة بس لو عملنا الكفتة كده هتبقى سيلة جدا هنزود بقى حاجة كمان هنضيف حاجة مكون كمان وهو البقسمات ده طبعا بيدي معاك كمية كبيرة وفي نفس الوقت بيخلي الكفتة تتمسك وما تبقاش ما تفكش معاك آآ هنحط بقى البقسمات نعجل بالبقسمات بس ما نزودش بقسمات قوي على قد ما نقدر يعني لحد الكفتة ما تتمسك معاك وتقدر تشكليها يعني انا زودتها تلق اربع معالق بس من البقسمات لان ما ننساش طبعا ان احنا حطيني استوايل كلها لان الطعم بيبقى في استوايل بتاع الخضور يعني انا محبتش انها نطلعش ان الكفتة متبقاش نشفع معاكي وتبقى بتشد كده وبعد كده نص معلقة صغيرة من البيكينج بودر كل ده بقى نمكس كل ده مع بعض كده كويس جدا بالشكل ده وبعد كده بعد ما عملنا الخطوة دي كده ومكسنا كل حاجة مع بعض وعجلناهم كويس جدا هنحطها في التلاجة بقى شوية يفضل بقى ان هي تتساف في التلاجة شوية فترة كده علشان طبعا تديك نكهة حلوة في نفس الوقت تتمسك اكتر لو انت بقى مش عايزة تزاودي بقسمات يبقى حنحطها في التلاجة تتمسك اكتر وتقدر بقى تشكليها بسهولة انت هتحس كده ان هي يعني ايه يعني سيلة شوية بس اول ما هتحطيها في التلاجة هتتمسك معاكي وهتقدر تشكليها بسهولة جدا وطبعا واحنا بنشكلها لو انت حسيت ان هي بتلزق معاكي ممكن نبل ايدينا كده بالزيت ونبتدي نشكلها هتبقى برضو هتتشكل معاكي بسهولة جدا بس مش هننسى طبعا شوية كده من الخضر حزمة كده من البقدونس او الكزبرة المتاحة عندك ممكن تحطيه بس بيديها اناكها حلوة وكمان طعمها ببقى لزيق يلا بقى نبينا نحطها في التلاجة وبعد كده تعالوا بقى نشكلها انا بحب وانا جاي شكلها ممكن بقى نجيب كيس كده نشكل عليه عشان نقدر نطلعها بسهولة او ورق زبدة المتاح عندكم ابتدي بقى نشكلها بالشكل اللي انتو عايزينه والشكل اللي تحبوه مفيش اي مشكلة ممكن نعملها صوابع كمان مفيش اي مشكلة الشكل ده حاجة ترجع لكو يعني بس انا يعني قلت اغير شوية اه وحسسهم ان احنا بنكل حاجة جديدة يعني بس هي مش جديدة والحاجة هتدي بقى ان انا نشكلها كده وبعدين اه يبتدي بقى احمرها على البتجاز بس مش هنحطها في الفرن اه لو انتو عايزين بقى تعملوها في الفرن ممكن نحطها في الفرن مفيش اي مشكلة هنجيب صناية كده ونشكل فيها على طول بس هنحط تحتيها طبعا ما ننساش الزيت تحتيها ونبتدي نشكلها وهنرش وشها شوية زيت ونحطها بقى في الفرن على درجة حرارة كده متين ونشغل الشواية بتاعتها مش هتاخد تسوية كتير طبعا معاكو اه فيعني نحاول نخلي الفرن بتاعنا سخن كده شوية ونشغل الشواية وهتلاقوها تسوت معاكو وطلعت بسرعة يعني مش هتاخد وقت كتير بعد كده بعد ما عملت الكمية بتاعتي بقى كلها وشكلتها بالطريقة دي هنبتدي بقى نجيب الطوصة بتاعتي وحطها على النار تسخن كويس جدا قبل ما نحط اي حاجة واهم حاجة برضو ان الطوصة بتاعتك ما تكونش بتلزق من النوع اللي هو ما يكونش بيلزق اه يعني تكون تفيل او اي حاجة تانية غير الحاجات اللي هي بتلزق عشان طبعا الحاجة تطلع معاكي مظبوطة ومتطلعش متبهدلة بعد كده هنحط فيها بقى معلقة من السمنة وشوية من الزيت لو حبيين عشان طبعا ما تلزقش وننزل بقى بالكفتة بتاعتي هنخلي النار متوسطة ما تخليش النار عالية قوي عشان ما تتحرقش معاكي وما تبقاش استوت من النص هنخلي النار هادية كده شوية واول ما نحس ان هي استوت من الجنب هنبتدي نقلب على الجنب التاني بس خلي بالكم ان هو اول قلبة ديت هي طبعا بتبقى شربة سمنة كلها او الزيت اللي انت حتطي فحتحس ان هي اتحمشت معاكو بسرعة بس لما بقى هنبتدي نقلب كده هتحس ان هي بدأت تستوي براحتها شايفين بدأت تاخد وقتها بقى في التسوية هنبتدي بس زي ما قلتلكم اول ما نحط في اول مرأة اول في الاول كده هنهدي النار شوية ونبتدي نقلب بقى على الجميع الجنب لحد ما تستوي معاكي وتاخد اللون المزبوط بجد ريحتها حلوة جدا وطعمها يجنن وكمان لونها هديكو شايفين بقى الجمال اللي طالع ما شاء الله مش عايز اكتر من شوية صلطة الطحينة كده جنبها او شوية مكارونا وخلاص على كده وبالهنة والشفا وصفة لزيزة وسهلة وش هتاخد معاكو وقت وكمان تغيير يا رب بقى الوصفة تكون عجبتكو ما تنسوش بقى تدعولي كده دعوة حلوة وما ننساش برضو نعمل لايك عشان نحسش ان اتعابنا روح على الفاضي كمان ما ننساش طبعا ندعي اخواتنا ربنا ينصرهم ويسبت اقدمهم ويدوي جرحاهم اللهم امين وكده وصفتنا خلصت مشاء الله جميلة ورحيتها حلو طبعا انا فرشت بس شوية بقدونس كده تحت وبعدين ابتدت ان انا حطها عليها كمان بتديها بتدي رحة حلوة كده لما نيجي نحط عليها الكفتة وهي صخنة وكمان طريقة التقديم بتبقى شكلها حلو بس كده خلصت الوصفة بتاعتي واستنوني في وصفات تانية بس فعالوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل الوصفات اول ما اعملها السلام عليكم ورحمة البركاته